ايه اللي بيفكر فيه كولر وكولر عايز يعمل ايه في مباراة زي دي تعال نشوف هو كولر بيفكر في سناريو كولر بيفكر في سناريو ماتشا الاربعة واحد ايه هو سناريو مش عشان النتيجة هو بيفكر في الطريقة طب هالكولر ايه بقى اللي عامره في ماتشا الاربعة واحد وإيه اللي قراره بعد كده وإيه العيوب اللي عند زمالك اللي هي هي نفس العيوب تعال نشوف هو عمل ايه في ماتشا الاربعة واحد في ماتشرة أربعة واحد طبعاً ده كان جون الشحات الكرة دي في بدايتها كانت كرة ملعوبة كرة طولية نفس الطريقة اللي بيعتمد عليها الأهل دلوقتي إسقاط كرات طولية دقيقة وراء الخطوط سواء وراء اللي وقف هنا شوية وراء الظهير الأيمن أو وراء الظهير الأيصر أو في العمق ويركز في المباراة دي تحديداً على العمق بشكل كبير جداً في كرات طولية كرة بتاع حسين الشحات الجون اللي جمن شوية كرة طولية طلها غلاط حسين عبد المجيد كمل الجون هنا أوريك إن هو الراجل بيشتغل إزاي طول الوقت كل الناس كلها بتكلم على إن الأهل عنده أجنحة جيدة تاو وحسين الشحات وبشتغل بس الجناحين بيشتغلوا كبلي ميكرس طول الوقت وبيسقطوا فيه أنصف المساحات بص الفرص هنا كلها هتلاقي من العمق كل شغل النادي الأهلي وده اللي عمله الخدع اللي عملها كولر فوق سوريو في مباراة الأربعة واحد إنه كل ناس كان بتكلم على الأجنحة كل ناس بكلم على دور علي معلول الراجل غير كل ده وجيه اعتمد على العمق وعلى الكرات الطولية بيدخل الاتنين الوينجرز بيشتغلوا من بره الجوة طول الوقت سواء تاو أو حسين الشحات كل الكرات اللي احنا جابينا دلوقتي هتلاقي إنه فرص النادي الأهلي كلها من العمق الأهداف كلها من العمق سواء تصيبات أو اختراقات بص هنا الراجل جاي داخل برضو في العمق اللي بعدها هتلاقي نفس الكلام كل الأهداف وكل الطريقة اللي بيشتغل بها كولر إنه طول الوقت بيتحك عليك طول الوقت هو بيقولك أنت أهم جبهات عندك الجبهة الشمال بتشتغل على الطرف هم ما بتلاقش على الطرف هم عنده الاتنين وينجرز بيشتغلوا انسايد واحد منهم بيشتغل كا بلاي ميكر والتاني بيجي من بره الجوة فتلاقي إنه هداف النادي الأهلي في مباراة الأربعة واحد والشكل اللي هو خدع فيه أسوريو في شكل كبير إنه هاجم العمق طول الوقت واشتغل على الكرات الطولية اللي هنشوفها بعد شوي نفس الطريقة دائما للأسكاتول أنا أعتقد إنه الزمالك أسوريو مستحيل يكون هو هو زمالك جميز بكرة يعني عايز الشكل المهالة اللي كان فيه الزمالك مع أسوريو أنا هنا متفق معاك تتكلمني على الحالة والطريقة كمان